اشتركوا في القناة بإذن الله يوم الخميس في نفس هذا الموعد هنحاول نبتدي introduction بإذن الله عشان نبقى يعني في الصورة أكتر اتنين هنبتدي كما هي العادة بإجابة أسئلة الـ MSQ ولو لاحظتم فإن إحنا كان أسئلة كتيرة على الـ IR ولو ربعا لو سألتوني ليه الـ IR فالإجابة سهلة جدا لأن إحنا قلنا أن الـ IR deficiency anemia هي أكتر نوع من الـ anemia موجود worldwide يعني في الدنيا أكتر نوع هو الـ IR deficiency anemia طيب فكان أول سؤال أنه عند الـ basolateral border of insulin cell من الكارير الأول برضو عاوز إيه نراجع بسرعة لحتة دي إحنا قلنا أن الـ IR اللي إحنا بنكون به الـ IRBCs أساساً أساساً جاي من الـ recycling يعني من الـ old IRBCs اللي كسرناه وده ملوش علاقة بموضوع الإنسان أبزور بشان خالص على فكرة عشان مطلخبطش يعني معظم الحديد ملوش دعا بالـ intestin اللي ملوش دعا بالـ intestin اللي هو بتاع الـ diet وهذا نوعان فيه IR موجود في اللحمة اللي هو بنسميه الـ heem IR وده readily absorbable ليه؟ لأنه عنده كارير مستنيه اللي هو الـ heem carrier protein مستنيه فين بقى؟ ده عند اليومن الـ border في اليومن الـ auto ده عشرة في المينة ومستو قليل A إنما ريدلي أبزور بول الـ iron التاني اللي موجود في الـ diet موجود في النباتات اللي هو بنسميه non-heem وده عيبه إيه؟ إنه معظمه فرّك بينما اللي مستنيه كارير اسمه Divalent Metal Carrier يعني ما بيشيلش غير ثنائي التكافر وهو ثلاثي فلازم نختازره الأول بـ Redactase بمساعدة فيتامين C طيب ده عند اليومن الـ border عند الـ Bezolater اللي هو سؤالنا بقى بيبقى فيه عندي نوع من الكارير اسمه فرّي بورتن هو ده إيجابة السؤال الصحيح اللي هو C وده ما بيشيلش غير الـ iron الثلاثي يعني نقطة مهمة الـ iron عند اليومن الـ border بينتقل بيبقى فرّس عشان الـ ناحية التانية كارير Divalent إنما عند الـ بيزولاترال بوردر اللي هو إيجابة السؤال الصحيح فرّي فرّي جاء من كلمة فرّي فرّي بورتن بيبقى ثلاثي فده الإيجابة الصحيحة رابع ايارت بقى كارير موجود في الدم اسمه الترانس فرّين اللي هو بيتا جلوبلين ده ما لا اللي هو مشي الإجابة الصحيحة فيه طبعا كارير التاني لم يذكر في السؤال اللي هو يقتزم معاه في الليفر اسمه فرّي تين فرّي تين دبقى فيه خمسة كارير اتنين عند الـ بيزر بوردر إيجابة السؤال هو الفرّي بورتن الرابع اللي هو الترانس فرّين اللي بيشيله في الدم اللي هو بيتا جلوبلين الخامس اللي هو بيشيله في المخازن اسمه فرّي تين وعلى فكرة الفرّي تين ده كمان موجود في الـ بس طبعا موجود في الـ ده وميسيك الأير بقلنا ده مفقود يا الله دي مفقود لأنه بيحصل له شديد ده إجابة السؤال الأول ننتقل للسؤال الثاني وكان السؤال الثاني بيقول لنا الآتي أنه إحنا عندنا طيب بسواني بعد إذنكو السؤال الثاني أعتقد أنه كان بخصوص بسئلة أصلا ضعت منه صادي السؤال الثاني كان ريجاردينج الـ بيتوالف فيتامين طبعا الإجابة الصحيحة هي دي لايك دادي أنه عاوز انترانسيك فاكتور اللي هو غلايكو بروتين طالع من الـ غلايكو بروتين دا طالع من الـ دا إجابة السؤال الثاني السؤال الثالث يا شباب كان الـ اللي هو أهم هرمون بتطلع من الكابت بيتحكم في الحديد والإجابة الصحيحة A اللي هو إجابة إجابة السؤال الرابع والخامس وهذا ما عدتوكو دي مسائل وبتيجي كتير جدا هنا أساسا إنه هو قال لك إن عيان عنده الـ ربسيس كاونت فور مليون تر كوبيك مليمتر اللي هموجل بين كونتينت تمانية جرام الباكتس الفوليوم اللي هو اللي ما تجريد فاليو كانت عشرين في المية طيب أول سؤال قال لنا إحسب المين كورباسكولر فوليوم قلنا إنسى كلمة مين كورباسكولر متوسط القرى هو عاوز إيه؟ عاوز الفوليوم يبقى لو أطفال هنعمل إيه؟ نقسم حجمهم الكلي اللي هو الباكت باكت يعني محزومين مع بعض باكتس الفوليوم اللي هو قلنا في أزيل مسألة دهالنا إنه هو عشرين في المية على عددهم اللي هو أربعة مليون وقلنا هنكتب اللي أربعة أربعة مش هل نحط جنبيها أصفار لإنه هنعدل عشرين على أربعة وهنعدل نضرب في عشر يبقى عشرين على أربعة بخمسة فعشرة تبقى خمسين كيوبيك مايكرو آه بينما المفروض هي كانت تبقى من ثمانين إلى خمسة وتسعين لسه بحافظ النور يبقى مية المية هذا النوع من الأنمية مايكرو سيتيك أنمية زيارة والإجابة الصحيحة هتبقى خمسين كيوبيك مايكرو اللي هو سي فور كات طيب نيجي لسؤال الخامس قال طب most likely cause of this anemia is إيه أهم السبب ليه؟ هنا عشان أعرف عاوز أحدد أكتر بنوع الأنمية إحنا هي مايكرو سيتيك عاوزين نشوف من حس الهيموجلوبن نحسب المين كورباسكولر هيموجلوبن هم مطلبوش بس تعالى نحسبه انسى مين كورباسكولر عاوزين الهيموجلوبن نعمل إيه؟ نقسم كمية الهيموجلوبن اللي هو 8 جرام يبقى 8 على عدد الأربسيس عشان يطلع الوحدة فيها قده 8 على 4 4 مليون وبرضو بنعدل الحسابات في عشرة 8 على 4 هتبقى في هذه الحالة 2 فعشرة تبقى 20 بيكو جرام طب النورمال كام؟ النورمال من 25 إلى 32 يبقى 100% دي مايكرو سيتيك هايبو كراميك يبقى ماينفعش بأسبابها غير حاجة من 2 آير ثم آير ثم آير ديفيشنسي بأسبابه والحاجة التانية ثلسيمية اللي هي الأنيميا بتاعت البحر المتبطة بالبحر المتواصل فهو حطي لي أربع أسباب ماينفعش فيهم ايه أهم سبب للآير ديفيشنس أنيميا واحد من أهم الأسباب كرانيك هاموريج نزيف مزمن قلت لأن الأكيوت هاموريج النزيف الحاد لو أنا دلوقتي كراتي دم دم بتاعتي طبيعية وفقدت جزء منها طب اللي فاضل عندي أنيميا لأن عددهم منقش لمجلب منقش بس اللي فاضل طبيعي الخليقة ما زالت اللي فاضله وإن كانت قليلة في العدد وطبعا نسبة هي مجلب انخفضت الكلية إنما نورموشيتيك نورموكروبيك فالإجابة الصحيحة هتبقى كرانيك هاموريج دي هتبقى الإجابة الصحيحة اللي هي بيه يبقى نقول تاني الإجابات بسرعة A C For Cat 2 D For Daddy 3 A For Alpha 4 C For Cat وبعدين خمسة هتبقى B For Baby دي كانت يا شباب إجابات الأسئلة الـ MSQ زي ما انت شايف قصادك النهاردة هنشتغل Third Lecture of Autonomic الجزء الثالث في Autonomic Nervous System محاضرة الثالثة وبرضو أعود وذكركم مرة أخرى فإن إحنا بإذن الله الخميس في نفس هذا الموعد هنحاول نبتدي مع بعض الـ Introduction هنا كنا تكلمنا على Sympathetic وقلنا بعض وظائفه لسا البعض آخر بس أحب أذكركم بسرعة في عجالة أن Sympathetic أول نقطة مهمة جدا في الـ MSQ أنه مهمة في الـ Emergency Fight or Flight دي مهمة طب تالي نقطة في الفايت والفلايت بيستهلك طاقة هو Energy Consuming دي برضو صح في الـ MSQ وعليه فهو Catabolic في نهاية العراق وزني بيقل نقطة الثالثة اللي أحب أذكركم بها أنه بيطلع من منطقة الثوراكولامبر حتة دي حتى قلت والـ Sympathy بتاع التعاطف وفتكر الحتة اللي تتعاطف فيها القلب هي منطقة الثوراكولامبر عدد الأعصاب 15 النقطة الرابعة اللي أحب أقول لكم أنه بيعمل إليه فيلاترال ثم لاترال ثم لاترال ثم لاترال ربما بيسموهم اسم تاني Paravirtebral ganglia أو Sympathetic Chain لكن اللي بيغزي الجهاز الهبمي اللي هو موجود في الأبدون وتحتها في البلفس ده بيبقى فيكولاترال جانجل وفهمنا ليه في كولاترال جانجل عشان إحنا الجهاز الهبمي عاوزين نعمل سقوب قليلة عاوزين سقوب واحد يدخل الفسل ويدخل النار عشان ده فيها عواصراتها عظيمة جوه فعش كده ربنا حط الجانجل يا سبحان الله على منبت الثلاث أوعيب قبار اللي طلع من أورطة وتسمى بأسمائها يعني لو الفسل اسمه سيليك آرتري هيبقى الجانجل عند المنبت اسمها سيليك جانجل سوبيروميزينتريك آرتري يبقى سوبيروميزينتريك جانجل انفيروميزينتريك آرتري يبدأ نسميع انفيروميزينتريك جانجل وإيه الميزة بقى أنها تبقى عند منبت الفسل قلنا أنها لما تبقى عند منبت الفسل البوس جانجلونيك نيرون الفايبرز تاعتهم هيمشوا في جدار الفسل يعني تخيل الفسل داخلهم على الأعصاب لأنه البوس جانجلونيك فايبرز ماشية في جدار الفسل بقى عملنا بدل من نقبل ثقب للفسل وسوق بالأعصاب وعدادهم كتير هو حاجة واحدة هتدخل اتنين فيبقى احتمال ان تطلع تبقى قلب احنا بقى كان فضلنا الابدومن والبلفس اللي هو الجهاز الهضب بس هما دول بتوع الكلاترال الابدومن والبلفس دول بيبقى عندنا فيهم كلاترال جنجلة جا ما هنشوف ودول على فكرة اهم سؤالين في السيمباثاتيك بيجوا فيل تحريري وظائف السيمباثاتيك في الابدومن ووظائف السيمباثاتيك في البلبس فنبتدي مع بعض يا شباب نقول الوظاعتهم هنحط الراس مع صادقه نحاول بس نعدلها اكتر شوية طيب الوقت نيجي الى الابدومن الابدومن انا بقلت في اجابة سؤاله ده سؤال نظري مهم وسألف زي ما مكتوب قصادة كهو مفروض في الاسئلة دي انت بتتكلم اساسا في ثلاث نقاط هده نقطة التانية التالتة نقطة العرونية ساعد مطلوب الفانكشنز اساسا بس احنا بنحب يبقى فيه نظامه عشان بنتنافس على المراكز الاولى انك تقول لي طالع منين نقطة الاولى بيريليفين النقطة التانية وبعدين النقطة التالتة اللي هي الفانكشنز اللي هي الاهم اللي عليها النمرة طبعا فاحنا قلنا حاجة اذكرك بيها جميلة قلنا ان ربنا سبحان الله اعتمد في السيمباتاتيك الاعداد الزوجين يعني اتنين يا اربعة يا ست عصابين للهدى النكل لانه اصغر حاجة الثوركس والابدومن اربع عصاب الابدومن بتبقى ست عصاب فالابدومن بياخد زي ما احنا شايفين باللور سيكس ثوراسيك سيجمينز الستة دول بيجتمعوا في عصب واحد بيسموه جريتر سبلانكنيك ناف سبلانكنيك في اللغة يعني حشوي اي متعلق بالاحشاء يبقى العصب الكبير بتاع الاحشاء ليه لان معظم الاحشاء موجودة في الابدومن طيب بينما الناحية التانية البلفس ده اللي هو اخر حتة تحت فبياخد من اخر اربع عصاب يبقى نعدهم بقى لمبر ثلاثة لمبر اثنين لمبر واحد ومعهم الاثناشر ثوراسيك اللور ثوراسيك 12 ثوراسيك يعني اذا عاوز تقولها بالتدقيق يبقى اربع هنا الاربع عصاب دون بيتحدوا في عصب واحد واحد يمين واحد شمال اسمهم ليسر سبلانكنيك نافرس قلنا يعني ايه سبلانكنيك يا شباب؟ يعني سبلانكنيك يعني حشوي ولسر يعني صغير يبقى العصب الصغير بتاع الاحشاء لان معظم الاحشاء في الابدومن العصبين دول اللي هو اللسر سبلانكنيك يمين واللسر سبلانكنيك شمال يمكن انت تخيل بيتحدى في عصب واحد ماشي قدام السكرم فنسميه بري ساكرال ناف بري ساكرال ناف طيب يبقى حاجة حتى منطقية نفكر مع بعض الشباب معظم الاحشاء في الابدومن يبقى ستة سيجمنت سليل ابدومن انما اربعة سيجمنت سليل بيلبس طيب العصب بيغزي الاحشاء فيبقى يسموه سبلانكنيك نيرف سبلانكنيك يعني متعلق بالاحشاء حشوي طبعا بالعقل لما يجيه سؤال في النظري ما يسحش عيبة لخبط لما يقول لي سبلانكنيك يبقى عصب حشو افتكارها حتى الاس مع الاس الاسبلانكنيك ده سيمباثاتيك حلوة كده عشان ما تلخبطش ما تقولش البارا يبقى اي اسبلانكنيك نيرف يبقى هو عاوز سيمباثاتيك نفكر بهدوء طيب سبلانكنيك يعني ايه؟ يعني حشو فين الاحشاء في الابدومن البيلبس لو جاب لك جريتر الكبير يبقى 100% هو عاوز الابدوم فلو جاب لك ليسر الصغير يبقى هو عاوز الابدومن يبقى برضو عشان عاوز امتنك لانزان بقول هنا تصنع الاوائل فيه سختين لكل سؤال عمره ما بيجيه فانكشنز و سيمباثاتيك في الابدومن لا ده سؤال كده واضح وسهل قوي فيجيب لك وظائف الجريتر سبلانكنيك نيرف او اللور سيكس ثوراسيك يبقى هنا فيه طريقتين حتى شاهدنا كدهب لك نظر وانه اسأل فيه طريقتين للسؤال يبقى ما يقول لي جريتر سبلانكنيك نيرف يبقى هو عاوز سيمباثاتيك للابدومن اللور سيكس ثوراسيك يبقى برضو سيمباثاتيك للابدومن يبقى اكبر حاجة يبقى لابدومن بلما البلوش بيجيبه بطريقتين فيه ليسر سبلانكنيك نيرف او قلنا لكنيه ليسر سبلانكنيك بيتحدى فيه عصب واحد ماشي قدام السيكرا بحاسمه بري ساكرا نيرف يبقى دي السيغة اللي بتيجي طب نيجي الرلي انا قلنا الاحشاء يعني جهاز هبمي لازم كو لاترال جانجل كل السيمباثاتيك بيرلي في اللاترال ثم لاترال ثم لاترال ما عادت جهاز الهبمي في الكولاترال وقلنا ليسه سموها كولاترال لانها تخيل انها قدام العمود الفقري ريبة جدا من اللاترال اللي هم موازين يسمون بارافرتبرال موازين للفرتبرال كلها من الجانبين فيه عندك ثلاثة وزعهم بقى الابدومن فيه احشاء اكتر من البلبس يبقى ندي اتنين للابدومن واحدة البلبس لطالب يفكر طب طالب يفكر اكتر الابدومن فوق البلبس يبقى اول اتنين نديهم للابدومن اللي هم مين السيليا وسوبيرو ميزنتريك جانجل اللي هو بنفس اسماء الارت pee يعال ارت woke名 يعال agua اسمه سيليا يبقى الجانجل وحنا اسمها سيليا جانجلو اسمه سيليا جانجلو وسوبيرو ميزنتريك جانجلو طب والبلبس اخر واحد اللي هي الامفيرو ميزنتريك جانجلو المهم لو انت انسيت الاسماء وعاوز تاخد معظم النمره لانها بتفكر بذكاء تقول ان هما بيرلي في كلاتر الجن ان انتوا فاهمين الاحشاء لازم في كلاتر عند منبت الاوعية الدموية التلاتة الرئيسية من الاورطة ليه عشان البوستجنجرونيك فايبر تمشي في جدار الوعاء الدموية فيبقى فاكحة داخل منها الدم وداخل منها العصام نيجي بقى للفانكشنز النقطة التالتة نرجع تاني بقى ونركز في سؤال قبله من الشباب الابدومن يبقى النقطة العونية قلنا اختار اثنين والاربعة ولا ستة الابدومن اكبر حد يبقى ست لور سيكس تراسي طب النقطة التانية بيرلي فاني جنجليك كلاتر انت عندك كام تلاتة الابدومن هو الكبير تديره اثنين الابدومن هو اللي فوق تديره اثنين لفوق السيك والسوبيرو مزينتيريك جنجليا او لو مش عارف الاسماء اكتب و هتاخد معظم النمرة كلاتر الجنجلي طيب نيجي الاهم هو الفانكشنز انا قلتلك في الفانكشنز في قاعدتين يا شباب قاعدة الاولى انك ايه وقت حاول تكتب الفانكشنز وانت مفيش اصادك ايتمز انت اصنع الايتمز فكر بهدوه لو اندفعت هتنسى نص المعلومات ادي الابدومن هيه في ايه في الابدومن يصلح ان السيمفاثاتيك ديه الناحية دي على يمين هيه هيبقى فيه الكبد يبقى ديه الكبد والناحية التانية هيبقى فيه الطحال هنا هو السبلين وورا فيه الكليا ويعلوها السوبرارينال او الادرينال يعني بجوار الكليا الادرينال جلان يبقى ادي تلت غدد اساسية هاي اللي هو الليفر والسبلين والادرينال وتحتها الكليا وطبع الاوعى تنسى تبقى كارسة الجهاز الهضمى يعني تلت غدد ليفر سبلين وادرينال والجهاز الهضمى يبقى الاول تكتب الايتمز كي انا اضهر السؤال ادي الايتم اللي انا عاوز اتكلم فيها ما عاشق تمس العشق اللي انه ضعب تاني قاعدة في اجابة سيمفاثاتيك فين كلمة سر محمد عليك ليه فايت فايت ما يفدني في الفايت فانيجي ليفر ونشوف ايه القصة في الليفر خدناها في قصة الفايت كان بيحصل ايه جلايكوجيناليسز تكسير الجلايكوجين فده يطلع زي ما انت شايف في الرسمة بلوكوزة هو يبقى الدم من نسبة بلوكوزة تزيد يسمو ده في الطب هايبر جلايسيميا وهاتكلمة من ثلاث مقاطع هايبر يعني زيادة جلايس عشان الجلوكوز ايه يعني دم بزيادة جلوكوز في الدم طيب نيجي الاسپلين سيمفاثاتيك الجريتر اسپلانكريك بيعمل كونتراكشن في الاسپلين الاسپلين ده مخزن كرات الدم الحمراء ديك شايفها بلول احمر ايه فالبلاد اغنى في كرات الدم الحمراء يبقى اكثر قيمة يعني بنزود الهيماتيك رويد فالي يبقى اكثر شوية من 45% الهيماتيك رويد فالي اللي هو الباكسل بوليوم ودي تفيدني في ايه ده اللي هيشيل اوكسيو طيب نيجي تالت غود ده اللي هي بتاع لوكيليا اسمها ادرينا الجلاند وقلت من اسمها ادرينا يبقى بتطلع ادرينالين 80% و20% نوع ادريناد وده بيزود كل اعمال السيمباثاتيك الادرينالين ده 10x ولا تنسى ان الرينال بتطلع مادة اسمها رينين حتى خب لك من كلمة رينال المادة اسمها رينين ودي اهم مادة بتعلي الضغط يبقى ده الثلاث غدد الاساسية وعملتهم لك مخططين عشان ما تنسوهمش نيجي بقى للجهاز الهضمي فكر بهدوه في اسناء الفايت محمد عيك ليه مفروض الجهاز الهضمي يشتغل لو يشتغل حتى اقول لك بطنه ماشية يبقى لازم يدخل الواشر للتوالات مش معقول واحد في اسناء الفايت في الحالة بقى هقول لهم اكسكيوز مي انا عاوز اسيب الفايت واروح للتوالات حتى يؤخذ عندناها حاجة جبه فعش كده عفزتها العجيال السيمباثاتيك احفظ معايا عدو الجهاز الهضمي بيوقف الجهاز الهضمي عشان يوقف ازاي بيريلاكس الول انهيبت الول نفس تعبرين صح حتى انهيبت حتطلق علامة ماينس بعرفها فرسوماتي معناها انهيبت او ريلاكس الول والعضلات القامطة او القابضة اللي ماسميها المحابس عشان ماينزلش اي حاجة ماينحسش باي رغبة انه عاوز ينزل حاجة بتبقى في حالك كونتراكشان او موتر موتر يعني محرك او كونتراكشان للسفينكتر حتى بقوله في تعبير سهل عشان تفتكروا انه هو السيمباثاتيك بيسكر المحابس يعني بيقفل المحابس بتاعته جيعي تيه عشان مش حاجة تنزل مش هو في اسناء الحلبة نلاقي حاجة نزل هي تبقى فضيحة فبيينهيبت او يريلاكس الول ويسكر المحابس يكونتراكت السفينكتر اللي من ضمنها فيه سفينكتر مهم او بيجبوها في الامسكو في الاسطومك اسمها بايلوريك سفينكتر المح ادم السفينكتر مح بس عضلة قابضة قامطة في لغتنا الجميلة يبقى يعمل لها كونتراكشان طب الجهاز الهضمي اساسا وقف شوائد غدب بس اشتغل انا قلنا القاعدة الاساسية ان السيمباتاتيك بيعمل فاازو كونستيكشان فاكر ما هذا اتنين اساسين اللي هما بنتخانق بيهم اللي هما مين فاكرهم سكليتر الموسلس اند كوروناي بيسلت اعطار فعموما بيعمل فاازو كونستيكشان لكن فيه شوائد غدب اشتغلهم اشتغلوا زي من غير دم عشان كده يعمل في الاساس فاازو كونستيكشان لكن معها ويك فاازو دايلتيشان يبقى دي الاجابة النموذجية لسؤال الابدومن وهعدها تاني في عجالة فيه ثلاث نقاط يلا قاعدين للنظام الابدومن ياخد اتنين والا اربعة ولا ستة هو الاكبر ستة ويتحدوا في عصب واحد دا لغة السؤال التانية لو بيجي الاحشاء طيب نيجي بقى كده يري ليه فين قلت جهاز غبني انتو حافظين كويس قوي كل السمبثاتيك بتاع كل جسم في اللاترال ثم اللاترال ثم اللاترال اللي هما paravertebral or sympathetic chain اما الجهاز الهضمي لازم في كلاترال جنجية اللي يبنيش جنب العمود الفقري قدام العمود الفقري على وجه التحديد العمود الفقري نايم عليه الاورطه هي قدام الاورطه يعني قدام العمود الفقري على طول لو عندك شوية التخيل في الاورطة وهي ثلاثة قدام الاورطة عند منبهة الاوعياء الكبرى طب قسموا ممهما ثلاثة اللي طالب بيفكر يبقى أول اتنين الأبدول والأخيرة تبقى البلبس اللي فوق للأبدول اللي فوق واللي تحت البلبس اللي تحت والكبير ياخد اتنين والصغير ياخد واحد عرفت أسمائهم كويس ما عرفتش تقول كلاتهم نيجي لفانكشنز قلت هتتبع قاعدتين هتقعد كده قبل ما تكتب تحسس شوية على نفسك تقول آه هنا في ايه لمن فيه الكبد الشمال فيه السبلين تحال وراء فيه الأدرينال وفيها السوبرارينال قادي الغدد ما اهم ننساش الجهاز الهضمي فقلنا الليبر بتؤدي لزيادة جلوكوز بتؤدي إلى هايبرجليسيميا والسبلين كونتراكشن بيزود الهيماتوكريد فاليو اللي هو الباكت سيلبوليو هالشيء الأكسيو بعدين الأدرينال تطلع من اسمها آدرينال تطلع آدرينالين أساسا هي اللي سموها آدرينال هي بتقول أنا بطلع أساسا آدرينالين 80% وأشيب مئة نور أدرينال طيب وكينيا تطلع ايه من اسمها رينال حلوة يبقى الأدرينال تطلع آدرينالين ومعها نور أدرينالين نشيب في المئة والرينال يطلع من الرينال تطلع الرينال تشو يطلع الرينال اللي هو بيعلي الضغط طيب دول التلاتة الأساسين نيجي بقى للجاهز اللي هبني تتكلم عليه في نحطين هل هو صديق ولا عدوه مفروض يمشي ولا يقف القادة الأسية محمد العيك ليه فايت يقف يبقى تعمل ايه تريلاكس تنهيب تلوان وتعمل ايه في المحابس تسكر المحابس خلاص حاجة حتى كان بتذكرني بيفيش الهوامش كان بيقولها يعني رحمه الله محمود عبد العزيز في فيلم العار لو انتم بتتبعوا أفلا ما عارشتوا بتتبعوا يا أساسا خلاص يبقى السيمباتاتيك مش بيفيش الهوامش بيسكر المحابس يكون يبقى الاتنين صح واحدة منه بتيجي في الامس تيو اللي هو طب الجهاز هاب نوقف يبقى يعمل نحن قلنا الأساس قاعدة تانية في السيمباتاتيك انه بيعمل في كل الجسم وفازو معادة الاتنين الأساسياتين بتقول وهارت فيسل بس هنا فيش هادغودة تشتغل عشان كده الأوائل ما بيعملش بس بازو كونستيكشن ومعها ويك بازو دايلتيشن طيب نيجي هنا في أسئلة امس كيو أحب على مالك أحد الطرق دلوقتي يجيون طيقة الخمسة في الامس كيو إنه ما يجيب لكش القصة بالأول ياخد لك الطرفين بس البداية والنهائي أدي مثال أنت عارف أن الجريترس بلانك نيك نيرف بيروح لليفر وبعدين يعمل جليكو جينولس وبعدين يطلع جلوكوس في الدم وبعدين دا نسميه هاي بير جليسيميا هو يجيب لك أول وآخر الخير يقول لك هل هل استيميليشن جريترس بلانك نيك نيرف بيعمل هاي بير جليسيميا طبع الإجابة صحة انت بقى هو أسقط الحتة اللي في النص إن الجريترس بلانك نيك نيرف دا بيروح للكبت ويعمل جليكو جينولس ويطلع جلوكوس فالجلوكوس يزيد في الدم بنفس المنطق إنه يقول لك الجريترس بلانك نيك نيرف بيغازي يعمل له يعصره يسكويز فيطلع وفي الحالة دي قيمة الدم الهيماتوكريت او البيتسيل هيزيد يبقى يجيب لي هل الجريترس بلانك نيك نيرف انكريس صح جاب لك الطرفين أنا فاكر مرة طالب في الامتحان ندى المراقب يعني كان بيفوتوا الناس بتوع الفيسيولجي وقال له فيه سؤال غلق جايبين سؤال نيرف التروميك نيرف السيستم على بلد طبعا صح الجريترس بلانك نيك بيروح لسبلين يكون تراجت لسبلين ويعصره طلع أربسيز يبقى قيمة الدم هاتزيد فهو بيجيب لك أول نقطة وآخر نقطة سؤال تالك مهم في الامنسكو أنا أحافظ الأسئلة وورد وايد أن يجب لك جريترس بلانك نيرف يقول لك بيينهيبت الجاز الهبي يقول لك بيكون تراجت دي أنا عارف الطلبة متغلطش فيها لأنه فاكرة أن السيمباثاتيك بيسكر المحابس اتفقنا مش هنعيد يا شباب وإنت تقدر تعيد لنفسك تاني ده لسد واحد من أهم الأسئلة تقدر بهم السألف وفي نفس الوقت امسكو ننتقل يا شباب لل بيلبس من أحية التانية قلنا سيغة السؤال هجي لك لسرس بلانك نيرف في واحد يمين واحد شمال كان أساسهم كم عصب من كم سيجمنت قلنا البيلبس بياخد ستة ولا أربعة ولا اثنين هياخد أربعة آخر أربعة البيلبس تحت خالص اللي هو آخر لمبر تلاتة لمبر اثنين لمبر واحد لمبر واثنشر فراسك والعصب اليمين ليسرس بلانك نيرف مع الشمال ليسرس بلانك نيرف بيتحدى في عصب واحد ماشي قدام العضم العجزي الساكرام فبيسموه بري بري يعني قدام بري ساكرال نيرف هنا قاعدين يحفظتك حتى سيغط الأسئلة وانت ده اللي انت بتعمله معايا بتكتب ليسرس بلانك نيرف و بري ساكرال نيرف يا ده يا ده إجابة نفس السؤال طب بريليف ايه عندك تاتا كلاترا الجانجل اللي أبدو منخد اتنين لفوق هو ياخد آخر واحدة انفيرومزينتريك لو نسيت تقول بياخد ال كلاترا الجانجل وخلاص مش مهم تقول اسم طيب نيجي في البيلفس ايه في البيلفس كده وانت قاعد فكر ورا البيلفس يعني ايه الاول يا شباب بيلفس يعني حوض يبقى بيتكلمه على صرف صحي قدام حوض يبقى ورا فيه الريكتب المستقيم اهو هشاور عليه انا عامل قطاع كايني شايف لواحد من الجام الرسمة دي ده عظم العجزي السيكرام وديه الارتقاء العاني اللي هو البيوبيس سينفيس بيوبيس ورا فيه الريكتب المستقيم بتاعة الديفكيش قدام فيه اليوريناي بلادر مثلا البولين بتاعة التبول طب ما بينهم فيه الاعضاء التنسلية اجل في البيلفس يبقى الاول تفكر ايه في البيلفس ورا فيه البراس قدام فيه البول وفيه الاعضاء التنسلية يبقى تكتبهم على ظهر الورقة قبل ما تجاو بقى ان تسأل روحك سيمباثاتيك فايت محمد عليك ليه هل محمد عليك ليه طالع على الحلبة ليتبول ويتبرز يعني فكر معي ده حاجة مقبولة كده انه طالع فقر عاملة على نفسه يبقى كلام فارغ يبقى هل السيمباثاتيك يعمل تبول وتبرز اختار لي يا بصيح ولا يحتاجز البول ويحتاجز البراز حسن انت عرفت الاجابة يحتاجز البول يعني يعمل retention of urine retention يعني احتجاز ويحتاجز البراز retention of feces عشان تاخد فول مارك لازم الاكشن ده تحوله الى details كيف يمكن احتجاز البول والبراز يبقى لازم يريلاكس الول ينيبت الول بتاع المستقيب والمثالة بقول ايها وانتك هتجوبها معايا ويعمل ايه في المحابس السفينكتر العضلات القابضة او القامطة لازم يعمل contraction او motor يبقى يمسك يقفل يسكر المحبس ويريلاكس الول لو اللون انقبضها ادفع بالبول والبرازل القارئ دي بقى كلام بسيط هنا بقى للأوائل في نقطة لخطورة التبول والتبارو زي الشباب فربنا حط محبسين اهو شايف ادي محبس دايرة هي محبس عضل قمطة بقى شكلها مدور كده عشان المطاق بتقفل دي اسمها external sphincter واللي فوقيها اسمها internal اللي بقى اللي برا اللي داحي ببرا external اللي بشارعوا عليها في حالة المثالة البولية واللي جوه دي نسميها انتاب لخطورة التبرز والتبول فربنا خلى في محبسين مش محبس واحد ساعات احنا بنعمل كده عشان الدنيا ما تغرقش بنحط اكتر من محبس سبحان الله ربنا حاطب محبسين بس ربنا بعملها بطريقة رائعة جدا لانك كمان لله وحده مش بس محبسين مش هو ده الاعجاز محبس فيهم بيتبع الاوتوناميك involuntary يعني قفل لوحده من غير ما تفكر ومحبس فيهم انت voluntary لازم تفكر لازم تمسك روحك لما تمسك روحك يبقى انت ماسك involuntary ماسك محبس واحد انما دلوقتي انت بتتبعني في المحاضرة انت ممسوك ومقفول لوحدك بال involuntary حفظة الاجياء اللي قلنا بنعتمد على السمع لانه سبحانه الله ربنا قدم السمع على البصر السمع اهم في التذكر اهم كحاجة واحد يتولد قصم يبقى تقريبا غبي لا يعرف يتكلم على حاجة زيال قبلها قدم انتولد ما بقولش جاله صمم بعدين انما اتولد اعمد لا يمنع ان يبقى على القري السمع اهم عشكي انا بعتمد على السمع جدا في psychological teaching في انك تفكر بقول هالا بطريقة لن تنساها مع حيات انا هراخبط في الامس كيو هل مين تبع الاتونوميك اللي هو الانفولانتري الانترنال 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 سفينتر هي اللي انفولانتري بها الاتونوميك يبقى الان الانترنال سفينتر هي اللي انفولانتري هي الاتونوميك يعني اتكلم في الاتونوميك تقول انه بيقبض موتور كونتراكشن بدا انترنال سفينتر مش الانترنال الانترنال الركطام أو البلادر أوي ال NORMabyrinth all U81 مش كفاية فأنت بتمسك روحك يعني أعودك كل مرة تمسك روحك وم защite نفسك كده لا أекст habitation لأنني ماسكهاranch إنما اللي ممسوكها قبل كده لوحدها الإنفلاني هي الإنتر طيب يبقى خلصنا الريكتب والتورين البلاتر اللي هو المستقيم والمثالة البولية نيجي بقى للجن تالية سيمبثاتيك بينهي العمل الجنسي في الزكر زي بينتعي العمل الجنسي؟ بالقصف ثم ارتخاء العضو الذكر لإن هو العضو الذكر يكمل أول منتصب ليه؟ عشان يعمل أمبوبة يمكن من خلالها نقل السائل المنوي إلى الأنثى حصل قصف خلاص الأمبوبة دي ما لا يش لازم فيحصل الارتخاء يبقى السيمباثاتيك بيعمل قصف قصف معناها إيجاكوليش عشان كده أنا رسم لك غدة البرستاتا والسيمينال فيسك اللي وراها فاضية رسمها بيضة لما أجي في البراسيمباثاتيك هقول إنه بيملاهوا وبيعمل انتصاب يعني بيبتدي العمل الجنسي البارا بيبتدي العمل الجنسي يملى الغدد التنسلية بالسائل المنوي وطب ده محتاجة أمبوبة عشان ينتقلون خلالها ويعمل انتصاب ده البارا السيمباثاتيك ينهي يعمل إيجاكوليشن يعني قصف عشان كده رسمتهم فاضين يعصر البرستاتا والسيمينال فيسك اللي عشان يفضوا وانت حصل قصف لا داعي للانتصاب فحصل ارتقاء في البينس نسميه شرينكيج وعلى فكرة ما اللي شرينكيج إلا بازو كونستيكشن وهو مرة أخرى وظيفة السيمباثاتيك يعني البينس ده بيمتالي اللي هو القضيب الذكري إزاي بيمتصب بنوسع الأوعية فيتضفق الدم فيه فيتنفخ يعني يحصل له إريكشن وانس الليلت دخول الدم عملت بازو كونستيكشن فيش دم الدم بيخرج وما بيدخلش فتلاقيه رجع إلى الارتخاء يبقى الارتخاء والانتصاب افتكيرها بقى ما حيث ظاهرتان وعائيتان خلاص ظاهرة وعائية يبقى ظاهرة وعائية ده الانتصاب والارتخاء يبقى ظواهر وعائية فتبقى هنا الشرينكتش عبارة عن فازو كونستيكشن ده الانتصاب طب واحد يقولي انت بجيبك سيرة الفيميل أهل الفيميل يا شباب اليوترس أهو هجيب سيرة هالوقتي اليوترس في الفيميل حتى رسمها دوتل مش معقول واحد عنده الاثنين يعني ده يبقى خنسة يسموه هيرمافروضايت أبحكي لكم ليه جابوا منين كلمة هيرمافروضايت نسبة إلى هرماخس إله القوة أفروديت أسطورة كلام فارد إلهة الجمال أبحكيها في أونية جابوا منين كلمة هيرمافروضايت اليوترس في الفيميل بينقبض في أسناء الحايد عشان يلفز محتوىات وينبسط لما يبقى فيش حايد يبقى عشان كده سيمباتاتيك ممكن يقبض وممكن يبسط يبقى عنده variable effect يبقى تاني ده سوء النظري مهم والسأل فبارد الأول هتقولي أن البلفز أربعة ولا ستة قول معايا أربعة آخر ربعة طب نوع الجنج اللي اختار كلاترال ولا لاترال كلاترال تبحدد أكتر في ثلاثة كلاتر ياخد أني واحدة آخر واحدة انفيرومزينتريك طب الفونكشنز هتفكر نقطتين بتبعهم إيه الحاجات اللي في الحوض وما علاقتهم بالسيمباتاتيك في الحوض ورا فيه تبرز قدام فيه تبول ما بينهم فيه الجينيتاليا العضاء التانسلية نقطة تانية سيمباتاتيك يبقى يحتاجز البول ويحتاجز البراز إزاي الوول بيدار المستقيم واليورينا بلدر ينبسط يرتخل ريلاكس انهيبش وأعتنس أحفظناها مع بعض العضلات القامطة أو القابضة اللي بسميها بالبلد كده المحابس بيسكر المحابس أشفك بقى فاكر ولا مش فاكر دي لخطرتها في محبسين انتردل واكستردل تفتكر أيهما تتبع الأوتونوميك والسمنال فيسكل وانس حصل قصر لا داعي الانتصال shrinkage والشرينكج عبارة عن فازو ما فيش دم بيجي يبقى فازو والسيكشن وهي وظيفة السيمباتاتيك هنا نقطة للتأمل جميل أحبها والهالو بعض العام ما يقولك طب قناة مجرى البول في قضية بالذكر ما صار مشترك للبول ولل السائل المنوي اللي بيخلي مع عمر ما يحصل خلط ما بين الاثنين الإجابة صادق لو كنت ذاكي إن السيمباتاتيك اللي بيعمل قصر للسائل المنوي بيمشي السائل المنوي هو نفسه اللي بيعمل احتجاز للبول عشان مش عاوز طالب سعافة النظر يكتب كان فارغ يقولك الليسر سبلانك نيك نيرفي بيعمل نيتوريشان وبيعمل إيجاكوليشان يبقى معلوماته أقل من العامة أقل من رجل الشارع بيمشي لتنين مع بعض هل هذا يا جوز وراء الخلق خالق كامل فارغ اغلط خليك غبي بس بلاش عبط العبط لا أطيقه في حاجة ما تقومش لا العبط ولا قلة النظام يشوف من رائع الخلق إن اللي يحتاجز البول هو اللي يقذب بسيمة وقل لك حاجة دي تساعدك بحاجة تانية تذكرك وانس قلت البلوك الليسر سبلانك نيك نيرفي بيعمل تأجز البول بيمشيش البول بيحتفش بوليب على طول هو اللي همشي السيم يبقى تذكرني أن هنعمل إيجاكوليشان وانس عمل إيجاكوليشان يبقى ما فيش داعي للانتصاب يبقى شرينكت يبقى شوف الزات كنم بيجيب بعضه انت قلت في نعاود للمرة أخرى يا شباب قلنا في محمد علي كلي في احتجاز للبول لأنه في السنة الفايت ما يصحش يحصل غير احتجاز وانس الكلام بيجيب بعض وانس احتجاز البول يبقى يمشي الساعد منه يبقى الكلمة الأورنية جابت التانية يبقى يعمل إيجاكوليشان طب وانس عمل قصف هل هو أصبح في حاجة لانتصاب يعود الزاكر إلى يبقى يحصل الشرينكت وما الشرينكت إلا بازو كونستريكشان هننتقل بقى يا شباب إلى الجزء التاني وهو الفانكشنز أوف باراسيمباثاتيك نيرفا سيستيم وظائف البراسيمباثاتيك نيرفا سيستيم نيجي البراسيمباثاتيك نيرفا سيستيم إذا كان عندي كلمة أساسية في السيمباثاتيك وهي الكلمة الزهبية اللاك وور بتاعة السيمباثاتيك اللي هو الفايت محمد عيك لي فالكلمة الزهبية هنا إن البراسيمباثاتيك هو صديق الجهاز الهضمي يعني ليه ربنا عمل البراسيمباثاتيك نيرفا سيستيم عشان يشغل الجهاز الهضمي طب يشغلوا إزاي تعال فكر معاه الجهاز الهضمي ده عبارة عن أمبوبة وغدد بتفرز يبقى لازم الأمبوبة يبقى موتر شغل الأمبوبة دي عشان أكل يمشي طب والجلانز يعمل لها سيكريشا يبقى تشغيل الجهاز الهضمي عاوزك برضو لقولنا عندنا تخيل والتخيل بيساعد فيه جهاز الهضمي عبارة عن أمبوبة يبقى عشان أكل يمشي لازم يبقى موتر لها طب والغدد اللي يعبد تطلع الإفرازات العسارات الهضمة لازم تعمل سيكريشا يبقى إزا لو لخصت البراسيمباثاتيك في كلمتين ووظفته إيه إنه بيعمل سيكريشا وموتر فعشان كده سموه السيكريتو موتر سيستم تصور دي سؤال MSQ يعني يجيب لك البراسيمباثاتيك هو السيكريتو موتر سيستم الإجابة صحيحة طيب أدام بيساعد الهضم تخيل أنا كالت وتوزنت بعد الأكل يبقى وزني يحصل له إيه هتلاقي إيه العزاد إذن هو عكس السيمباثاتيك أنابوليك بيبني ما بيكسرش تاني كان كتابوليك هو انرجي بريزيرفين بيحافظ على الطاقة التاني كان انرجي كونسيومين كل كلمة قلتها سؤال MSQ يبقى هو سيكريتو موتر يبقى هو أنابوليك يبقى هو انرجي بريزيرفين طب تعالنا نتكلم عن البراسيمباثاتيك كنا قلنا إن البراسيمباثاتيك رقم الساعدة في الإوتروميك 2 قلنا السيمباثاتيك ثوراكولامبر البراسيمباثاتيك لو فاكر طالع منين كرينيو ساكرال أربع عصاب كرينيو اللي هو ماتاتة سبعة تسع عشر وكنت فاكر ١٧٣ ٣ سبعة تسعة ما تقولش ١١ والساكرة اللي هو تحت هنا ٣ أعصاب بيعملوا عصب واحد يغزي البلفز واسبه بلفك نيرف يعني يمكن اعتبار عائلة البارة عائلة صغيرة خمس أعصاب أربع كرينيو ٣ سبعة تسع عشر والبلفك نيرف رايح للبلفز دول أساساً وظيفتهم الجهاز الهضمي أنا بقى أعجب لما كثير من الزملاء يمسك عصب عصب يتناقش فيه مع الطلبة قبل ما نشوف الخريطة مع أمري ما عملت كده أنا هوريك الخريطة هتفيدك جداً في تحصيل ٩٠٪ من المادة بدون مجهود يسكر وعشر بمية بس يبقى عزين مجهود لحفظ شوية يبقى احنا اتفقنا إن الكلمة الزهبية اللاكورد تاعة البراسيمباتاتيك مفتاح البراسيمباتيك إن هو صديق الجهاز الهبي السيمباتاتيك دقال فايت كان ضد عدوه جهاز الهبي إنما ده صديق الجهاز الهبي خلاص ده نعальز أولي تجملة كمين جميلة أنا ممكن أقولي السيمباتاتيك عدوه الجهاز الهبي وصديق الجهاز الدوري يشغل هارت عشان فيه فايت اعكسه يبقى البراسيمباتاتيك هيبقى صديق الجهاز الهبي وعدوه الجهاز الدوري بيبطق الآن طب واحد يقوللي هل هذا يثبت هل فيه تكامل هل فيه ما يدل على أنه وراء الخلق خالق طبعا في الجهاز الهبمي بنكسب طاقة لو الهارت تشتغل بسرعة هيصرف الطاقة دي فربنا خلى يكسب طاقة في الجهاز الهبمي ويوفر طاقة في القلب هو اللي بيبطأ قلبك مش احنا بيقول مثل القرش اللي تدخله تساوي القرش اللي بتكسبه او نقولها بطريقة نعاوجين نبني بلدنا نبني ما هو أنابوليك نعمل ايه فيه حكتين في الدنيا ما فيش غيره تزول الانتاج وترشي الاستهلاك هو ده اللي بيعمله البارا انه بيزول الانتاج في الجهاز الهبمي ناكل ونهدم نزول الانتاج ويرشي الاستهلاك في القلب يبطأ القلب ايه الروحة دي؟ ايه الحظمة دي؟ هي مش اعمال متناثرة تنم على انه وراء الخلق خالق قوة عاقلة نسميها الله بسوية هو أنابوليك مش بس عشان بيستيبوليك الجهاز الهبمي وعشان بيحافظ على الطاقة في القلب وهنشوف الروحة بعد القليل طب تعان بصوا مع بعض يبقى تعلمنا تاني مع بعض لانه هو يشغل الجهاز الهبمي يبقى موتور وسيكريشن فسا موسيكريتو موتور يبقى هو أنابوليك يبقى هو وانه بيتكون من كرينيوساكرال قلت امالي فيك المتين اربعة كرينيل تاتة سبعة تسع عشر والساكرال اتنين تاتة اربعة ساكرال عاملو بيلفك نيرفي بقى خمس اعضاء تلاتة كرينيل والبيلفك نيرفي تكره طب وبيريليه فين اتنين تيرميل ثم تيرميل ثم تيرميل وقلت اميزتنا يبقى تيرميل لما الارغان هو لحد ما نوصل فالحنا بري جانجليونيك اللي هو البي السريع عشر متر في الثاني وحتة صغيرة جوها الارغان تبقى سي بوس جانجليونيك اماليتن متر في الثاني وده برضو تدل على انه وراء الخالق خالق قوة عاقلة نسميها الله في الهيدن نيك تمالي فيه اكسيبشن هناك قلنا في السيمباثاتيك الجهاز غابي خد كلاترال كله لاترال الجهاز غابي خد كلاترال هنا كله تيرميل الهيدن نيك خدت اذر جانجلي وآذر ما اسمهاش كلاترال زي ما بيتلوها ببعض الكتب غلط ازاي تبقى ايها في الهيدن نيك هنا ونسميها كلاترال قريبة من الأفرسة كان الاترال هنا ازاي هنا تبقى قريبة منها ازاي ازاي ده يسموه كلاترال كم غلط غلط أذر جانجلي لاترال وكلاترال ييف سيمباثاتيك ان قدي اللاترال وقدام الأورطة فيه كلاترال قريبة جدا قدي اللاترال على الجانبين وهنا فيه التلاتة اللي قلناهم يبقى دي كلاترال انما في الهيدن نيك نسميها زي كلاترال يالله ونتحدث عن التعليم ومستوى التعليم ما علينا نيجي اهريك الخريطة بقى تعال نفكر انا استخدمت الالوان هنا استخدام حسن ان العصب العاشر اللي هو رقم عشر اهو و رقم عشر يسميه الفيجاس حائر ده مايسترو الجهاز الهضمي بيدي كل الجهاز الهضمي بيدي احفظ معام دلوقتي اربع موتور لاربع حاجات هم سهلين لنمرة بعض المريض وراء المعدة اللي هو الاستومك وبعدين سمول انتستن وبعدين البروكسيما الهاف اف لارج انتستن نص اللارج انتستن يبقى تاني يبقى عندي الصوفيجاس اللي بلينه اسود اهو الصوفيجاس وبعدين استومك وراها سمول انتستن الامعاء الدقيقة والنص الاولاني من الامعاء الغليزة اللي هو بلون لسهو يبقى بيموتور الاربعه ومصادفة جميلة وسيكريتوري الاربعه كل العصار الاساسيهو العصارة المعاوية والمعدية أسف المعيدية والمعوية والبايل اللي هو العصارة البارية بتاعة الليفر وعصارة البانكرياس يبقى الفيجاس اللي هو فيه 70% من الفايبر بتاعة البارا سمبثاتي أهم قوة ضاربة البارا هو الفيجاس 70% من الفايبر موتور الأربعة وسيكريشان الأربعة عشان كده سموا السيستيم إذا كان زعيم السيستيم هو الفيجاس وسموه حقر ليه لأنه بيغزي الثوراكس والأبدو من عصب واحد بيدي الثوراكس والأبدو فعشان كده سموا الحائر فيجاس خلاص يبقى موتور الأربعة تعاني قلوم تاني أسوفيجاس ستومك أنا فاكرهم ليه وراء بعض ستومك أسوفيجاس أسف أنا بقول إيه أنا أسف أركز معاكم شوية أنا أقسم يدائق شوية من السيتاب الحقيقة العالي شوية كان لازم أغضبه قبل ما اشترك المرة جابز لا أغضبه أحسن يبقى أسوفيجاس المريء وراها ستومك اثنين وراها أمعاء الدقيقة وراها البروكسيمال هاف وفلارج انتست شايف الامس كيو هجيب لك الديستال هاف غلط حيب الدقة بيجيبوا الاكسابشن وبعين سيكريتوري الأربعة حاجات العصارة المعدية بشاور عليها والمعاوية أهي والبايل والبانكرياتي يبقى المعدية والمعاوية والبايل والبانكرياتيك طيب بقية اللارج انتست اللي هو الديستال هاف واللارج انتست مع ريكتا مين يديه هدي في البلفس يبقى جوحة أولى بلحمة ياخدها البلفك نير اللي هو كان أساسها اثنين وثلاثة واربعة ساك العصار بقى التالت والسابع والتاسع دول بياخدوا الهيدا نيك ايه اللي في الهيدا نيك تابع الجهاز الهببي فيه اللسان اهو بس كلا البصص له من الجن وتلات أزواب من الغدد اللعابية انا بص على ناحية واحدة فيه زيهم ناحية تانية اللي تحت اللسان اسمها الصب يعني تحت اللينجوال اللي تحت الفك اللي هي دي اسموها الصب منديبلر واللي جنب الود يسموها باروتد وناس كيها ما تعرفش كلمة باروتد جاية منين اطيك يعني ويد فباروتد يعني جار ازونية اللي هي سموها مجازة لغدبة النوكة فيها خلاص يبقى عندي تلات أزواج يمين اه تلات أزواج تلاتة هم يمين وزيهم تلاتة أشمال وده اللسان دي تابع الجهاز الهببي لان دي بتطلع اللعاب اما اللي خرج برا منظومة الجهاز الهببي هو الأكلموتر ومن اسمه محرك العين ده مالوش دعو الجهاز الهببي خالص ده بتاع العين فسموه أكلموتر سبعة بيسموه فيشيال الوجهي تسعة بيسموه جلوس يعني لسان فارينجر تعال بقى بسطها لك بطريقة جميلة اوي 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 جهاز الهببي اربع موتور وصوفيجس ستومك سمون انتستن النصر العين في لارج انتستن واربع عصائر من الخمسة اللي هما بانكرياتيك موبايل والعصارة المعادية والمعوين فبقول الفيجاس هو مايسترو الجهاز الهببي اسمع الجملة هيك تاركا النهايتين ساب اللي هما بلون الأحمر نهاية العليا ساب هاليه الفيشيال والجروس وفارنجل اللي هو اللعاب واللسان وليه اللسان لان الناس كده ما تعرفش ان اللسان عليه غدد لعبية مبعثرة يعني الغدد لعبية مش بس موجودة في سورة سلاس أزواج نفس اللسان عليه غدد لعبية مبعثرة والنهاية السفلة اللي موجودة في البلفز لأن النص الأخير في اللارج انتستن والريكتم سابها البلفز نهاية يبقى جملة اوعة تنساها ما حايت يبقى مان هو ما يستوى الجهاز الهبية نقولها تاني الفيجاس تاركا النهايتين النهاية العليا اللي هي الغدد اللعابية واللسان لأن اللسان عليه غدد اللعابية سابها لسبعة وتسعة الفيشر وغيروس وفارنجل والنهاية السفلة اللي هي النص الأخير في القولون في الأمعاء الغليزة اللارج انتستن ومعار بيكتم سابها البلفز نهاية مين خرج برا هذه المنظومة عصب واحد بس برا البراسيمباتاتيك لا علاقة له بالجهاز الهبمي اللي هو من اسمه اوكل وموتر وتعليعين عشان كده حتى رسمته باللون لازرع يبقى لما نبص مع بعض يبقى اللون السود ده ما يستوى جهاز الهبمي اللي هو الفيجاس تاريكا النهاية اللي بلون الأحمر انها العليا للفيشل وغيروس وفارنجل وانها السفلة مين برا المنظومة اللي هو الأوكلو موتر محرك العين تعال بقى ناخد عصب عصب نتدرسه مع بعض وندرسه برضو زي ما قلنا في حالة سيمباثاتيك في ثلاث نقاط هندرس البري جانجليونيك بادئ من نيوكلس قلناها في المحاضرة الأولى ايه اسم نيوكلس البوست جانجليونيك بادئ من جانجل ايه اسم الجانجل ثم النقطة التالتة وهي الأهم الفانكشن يبقى في كل عصب هندرس يا شباب ثلاث نقاط النيوكلس اللي بادئ منها البري جانجليونيك نمرة واحد محب النظام قوي الجانجل اللي بادئ منها البوست جانجليونيك نمرة اثنين ثم الفانكشن ولا تنسى عجها المرة التالتة الجملة الأساسية ما هو وظيفة البروستجليونيك هو محرك الجهاز الهضمي عشان كده سموه سيكريتو موتور سيستيم بسيكريت كل العصائب وموتور للقناة الهضمية فاستحق كلمة سيكريتو موتور وعليها لما انت بيقول الطفل كل عشان تكبر اللي بيأكل بيأكبر من هو مايستر الجهاز الهضمي قلنا مايستر الجهاز الهضمي هو الفيجاس بيدي الجهاز الهضمي اللي هو بلون نسود كله وصابك كمل انت الجملة تاريكا النهايتين النهاية العليا سابها للفيشل وجلوس وفرينجل سبعة وتسعة والنهاية السفلة اللي هو نص التاني في لارج انتستين والريكتام اللي هو برضو بلون الأحمر باستحت بقى سابها لل بلوفيك نير اللي هو كان من في الخمس أعصاب خرج برا هذه المنظومة المجدع بالجهاز الهضمي خالص من اسمه أوكلوموتور محرك العين طيب تدي ندرسهم واحد واحد بقى يا شباب ندرسهم واحد واحد أول حاجة هناخد هناخد الأكلوموتور نيرف أهو وكل واحد من الخمسة بيجي سؤال على حدة وهقولك طريقة الأسئلة فأول واحد أهو اسمه نمرة ثالثة اسمه أكلوموتور وكثير من الزملاء بيكتبوها غلط دابل سي هي وان سي بلاحظ دي مش عاوس حد يغضر أكلوموتور وان سي محرك العين ده الوحيد اللي صعب في اسم النيوكلس بتاعته لأنه اكتشفها راجل ألماني فاسمه ادينجر ده حرف ال E فاستفال الدابل بتتنطق V في الألمانية مش وستر ادينجر فاستفال نيوكلس ده اللي بدء منها البري جانجليونيك وبعدين بيروح يريليف هقولك طريقة سهلة لحفظ اسمها بيغزي العين بيعمل ايه في العين انا عاوزك تتعلم في حاجة واحد انه بيقبض عضلتين احنا قلنا عموما ال Parasympathetic System Motor بيقبض العضلات Smooth Muscles فحتى في العين بيقبض يعني في جهاز الهبمي بيقبض وحتى اللي موجودع بجهاز الهبمي اللي هو الوكلموتور بيقبض حلقتين في العين الحلقة الاولى حضرتك شايفة اللي هي Pupilloconstrictor اللي بتداء الحدقة وراء القزاحية اللي هو الايرس اللي نبني في معظم العرب في حلقة تانية اكبر اسمها سيليا ريماص دي لما بتنقبض بتخلي العدسة اكثر تكورا فتناسب الرؤية القريبة يبقى اكثر تكورا تحدبا يبقى اقوى يبقى تجمع الاشياء المتفرقة اللي جاء من الكتاب لان الكتاب بيصدر اشياء متفرقة يبقى مهمة للأكموداشن يعني التكيف للقراءة يبقى ايزا الاوكلموتور يوضفتين بس Pupilloconstriction يعني بيديق حضقت العين وبعدين نمرة اتنين بيقبض السيلياري ماصل العضلة اللي هي السيلياري ماصل اللي هي لما بتنقبض بتزود Power of Lens لانها بتزود منحنات اللنز وده مهم للقراءة فانا حتى قلتلك شوف نجمع بطريقة جميلة يبقى ايزا الاوكلموتور بيعمل ايه اهيك هديبالك حتى في عربياتنا مهم للقراءة يعني هقولها لك بطريقة لن تنساها وانت قاعد لوقتي بتقرى الدياجرامز سوى قدت مصورها وحطيت أصابك او بتبص عليها معايا فانت ممتن للخالق سبحانه وتعالى عن طريق الاوكلموتور يعني تقول Thank God اشكرك يا رب انك ادتني الاوكلموتور بدون هذا الاوكلموتور لن تستطيع القراءة واشرح حالك بفهمة اكثر لح مش جين نقرأ انت ما بتقرأ محتاج حكتين الاشياء جامل كتاب متفرقة يبقى عاوز عدسة اقوى فعش كده بتقبد اللي بتكور اللنز جمع الاشياء المتفرقة اكموديش نسميها الكتاب حط كده الكتاب بصادق الورقة البيضة تلاقي تطالع منها ضوء كتير لعينك يبقى انت عاوز تمنع دخول هذا الضوء كتير فبتضيق الحدق بتعمل Pupil constitution فحقيقة الأمر حقيقة الأمر ان اكن كل قراءة بتعمل حكتين في العين Pupil constitution لان اهو انا وانا مسك الكتاب كده قصادي الورقة بيضة خلاص بيجي منها اشعة كتيرة لان اشوف فيبقى لازم اقللها Pupil constitution والاشعة لها متفرقة يبقى عاوز اجمعها عاوز عدسة اكتر تقورا يبقى اقبل سيرة مصر فالعدسة تتكور فتجمع الاشعة يبقى الأوكلموتور مهم للقراءة يبقى عاوز بدلا ما تقعد تحفظ حاجات ومنتش فهمها كل مرة تقرأ خط الكتاب كده وتقرأ بدون هذا الأوكلموتور ما كانش ممكن اقرأ وفي نظرة فلسفية لعبد الله احنا قلنا الطارة عموما مهم للبناء ففي الجهاز الهضمي قلنا بنكسب طاقة وندخل الطاقة في الهارت انه بيبطأ الهارت يبقى مهم لبناء الابدان تصور في رؤية خاصة وبناء الازهان انت احسن حاجة تبني الازهان تقرأ اقرأ دي اول حاجة اقرأ خلاص وكتبت عليها في الفيسبوك القراءة دي مهمة جدا فربنا اول عصب نمرة ثلاثة كان لبناء الابدان ثم الاربعة التانين سبعة تسعة عشر ومعهم تلف سنير لبناء الابدان يبقى اول واحد اللي هو الأوكلموتور تقرأ لبناء الازهان الأوكلموتور تبني زهدك تقرأ تقرأ تكره الأوكلموتور لبتاع القراية بيعمل بيبلي كونستيكشن عشان الضوء الكتير ما يدخلش كتير وبعين يقبض السيرماص اللي يكوّر لينز يزوّل أكومديش على الشهرة يبقى بناء الأزهان أولا ثم بناء الأبدان ويبقى فيه تكامل يبقى البرسنباتاتيك ده بتاع بناء بناء أبدان وأزهان والأول أول واحد أوكلموتور أزهان سبحان الخلق يبقى ده الأوكلموتور قلت يا شباب أن نوكليس بتاعتها اسمها صعب شوية اسمها أيدنجر فاستبال نوكليس أهي أقولها كذا مرة هتعرف أيدنجر فاستبال طب الجانجليون هقولك طريقة سهلة تمال اللي بيستنبطوا الجانجليون من أهم وظيفة أهم وظيفة أن احنا نكوّر لينز عشان نعمل أكومديشن مين اللي بيعملها السيلياري ماصل فاسموا دي السيلياري جانجليون يبقى البرى جانجليون بيبتدي من الأدنجر فاستبال نوكليس النوكليس بيبتدي منها البرى جانجليون تعلمناه برا والجانجلي Assim chi اللي måّمنا انه قصير عشان ذا وحش لذلك صرحة سيلياري نير رأي ساموه شورت سيلياري نير ثم نيجي لنقطة الثالثة والأهم أنك تقول وظيفة الأكلموتور انه مهم في كلمة واحدة للقراءة في كلمتين أو ميوزيس قلنا كلمة مايو زي مايكروب يعني صغير فميوزيس هي ضيق الحدق حكسها ميت ريازي وكونتراكشان وسيلر باصر طيب نيجي بقى العصب السابع والتاسع بحب أخدهم مع بعض اللي هم الفيشيل العصب الوجهي وجلوس وفارينجي أنا بحب أقوله برضو الطريقة مش هتنساها ما حييت ممتن للخالق سبحان الله وللعصبين دولي انتو بتقروا معايا العصب التالت أنا للسابع والتاسع بسميهم أخصائية اللعاب دولي بيغزوا الغدد اللعبية حتى أنا رسمي لك اسم أبصب من الصفحة الماضية إن أدي اللسانة هو نص اللسان غلباءه نص لسانة هو ونحية واحدة تلت غدد لعبية طبعا فيه زيهم حتى أنهن تلت أزواج أول واحدة بتبقى تحت التيب بتاع الطانج يسموها صب لينجوال تاني واحدة تحت الماندول بيسموها صب منديبلر تحت الفاك تالت واحدة شفناها في الرسمة كالجنب الأزن سمناها باروتوت قلت ليه ربنا خلّى الأولا يده الثلاثة غدد واللسان كثير من الزملاء ما يعرفش الإجابة أنا قلت لكم الناس أهلة جدا لأن اللعاب ليس مرتبط فقط بالغدد اللعبي مرتبط كمان باللسان فيه غدد مباثرة على اللسان بتطلع اللعاب يعني لو شيلت الثلاثة أزواج من الغدد اللعبية يمينوا شمال التاتا دول التاتا دول ما زال فيه شوية لعاب بتساءل طول عمري بقول يا ربي يعني أنت أربع عصائر بيديهم الفيجاس تصور الفيجاس عصب واحد يدي أربع عصائر هم العصب يدي أربع وعش كده بنسميه حائر فيجاس وعصبين لللعاب ها هفهمك ليه برضو لأن احنا جئين نفهم مش نحفظ ليه ربنا هتم باللعاب لأن أهم وظيفة اللعاب يا شباب أهم وظيفة ليست هي ألهاب وإنما الكلام والإنسان عبارة عن حيوانه ناطق متكلم أنا لو نشف ريقي معرفش الكلام بداية لما الواحد يغلب في النقاش مع حد يقول يا أخي ده شفت ريقي مش عارف أتكلم فلأهمية كلام ربنا إدى عصابين للكلام عشان كده أنا بقول لكم العبد الله ممتن للخالق سبحان الله والعصابين دول بدولهم معرفش الكلام دول بيطلقوا اللعاب عشان أقدر أتكلم أتكلم واشرح لكم الفيشل والجلوس وفارينجل لدرجة بقى هنا قلت لكم أسماء نيوكلس لذيذة جدا سهلة قوي مش دول بزوء اللعاب فسموهم ساليبري نيوكلس اللي فوق سبعة فوق تسعة لأنه دي الكرينا نير بيبقوا واحد اتنين نزلين كده رأسي فسبعة فوق تسعة سبعة فوق تسعة فسموا ده سوبيرو الساليبري نيوكلس والنيوكلس بتاعة الجولوس وفارينجل اسمها انفيروسايبر نيوكلس طب شو بقى تاني حاجة لأ في تأمل خاص بالعبد اللي هاته الفيشل ادى بيدي بيعطي بغزي زوجيني من الغدد اللعابية اللي هم حتى لذيذة فيهم كلمة صب الصب اللي بشاور عليها والصب من دي بقى وطو ثيرزو the tongue يبقى 2 pairs and 2 thirds 2 pairs and 2 thirds بلما الجولوس وفارينجل بيدي 1 pair زوج واحد اللي هو البروتت اللي جنب الويل وال 1 third posterior third of the tongue يبقى حتى حلو يبقى الفيشل 2 pairs and 2 thirds الجولوس وفارينجل 1 pair and 1 third طبعاً مش حاوز لأخبط الأول في عدل واحد يقول لي منين احشرح لنا العدل الإله إنه اللي بيدي ذوج واحد قد أكبر الغدد اللعابية اللي هي اللي ورا لجنب الأزر اللي هي اسمع الغدد الجار أزنيع والمكافية وبيدي أهم تولت في الطانج اللي هو ال one third يبقى واحد خدك كم الفيشل two thirds والtwo pairs واحد خدك كيف one pair بس دي البروتن one third اللي هو أهم third وعن مش عاوز عبط في الامسكويل أخبطك مش في الوظيفة في المكان يعني يقول لك الفيشل بيدي البروتن يا أخي فيشل من اسمه فيشل يبقى فيشل واجهك يبقى ده يدي اللي قدام اللي هو ما هشاور عليهم باللوقتي سابلينجوال تحت اللسان والصاب من دي بلقى اللي قدام الفيشل يدي اللي قدام والتلتين بتعطن two pairs two thirds two pairs two thirds أما جلوسو فارينجل من كلمة فارمس يعني 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 بلعوم يبقى ده وحدة من اسمه ده وراء فده بيدي البروتن اللي هي وراء هي لما حتى بتلتهب تلاقي الحلمة بتاعت الوزن دي بترتفع كده البروتن وبيدي تبقى مين اللي جنبها البستيرو ثير ده ده طانج أما تلخبط تقول فيشل بيدي باروتن تقول لخبط ده مش غباوة ده عبط وأنا لا أطيق العبط فيشل أمامي two pairs حتى الاتنين باسم الصب صب two thirds of the tongue until two thirds الجلوسو فارينجل فارينجل بتاع اللسانه ده العوم يبقى ده وراء one pair لوالباروتن one third لوالبستيرو ثير وأنا من تاني ليه ودول بتقول اللعاب تعالوا نشوف أسماء الجنجل أو تلك بياخدوها بالوظيفة اللي بيدي الصب منديبلر اللي هو الفيشل اللي بيدي الصب بيريليف بيريليف الصب منديبلر جنجل يبقى اللي بيدي الصب بيريليف الصب أما اللي بيدي البروتن بيريليف جنجل اسمها أوتيك جنجل وأوتيك يعني أجنية اللي بيدي الجار أجنية حتى الترمينولوجي يبعلمه لك وبفعيمك جابه من ايه الاسماء نجي لحتة مهمة جداً الخالق سبحانه وتعالى حتى قاعدة السيئة ان الـ Parasipathetic أساساً ده بتاع الجهاز الهبني فهمنا مايسترو الجهاز الهبني هو الفيجاس فهمنا تاريكاً انها نتاين انها العليا اللسام بالغدر اللعبية للفيشة للجولوسوفارينجة اللي انا منتنى ليهم لان انا بتكلم بيهم وانها السفلة اللي فضلة بقى في البلوس للبلوك ناف طب بس في حاجات تانية لازم اديها الـ Parasipathetic وما هيش تابعة الجهاز الهبني فربنا حط قاعدة جميلة جداً كل واحد يشيل اللي في منطقته يشيل اللي في منطقته يبقى الـ Nasal Glands ادي النوزة هي والـ Lacrimal Glands تاعت الدموع وتاعت العين دي حتى هخليك تشوفها هنا حالة العبد الله الـ Nasal والـ Lacrimal دول في منطقت مين بالعقل؟ الفيشة يبقى يشيلهم الفيشة الـ Nasal والـ Lacrimal Glands ومشتبع الصب الصب من دي بالراجب تاعت الدموع عندهم جانجل مخاصة بهم اسمها يبدو صعب سواء رطيف جداً اسمها سفينو بلاتين همثلها لك فهتفهم الاسم بلت يعني إب بلايت يعني طبق سفيرو يعني كرة هي جانجل عبارة عنها كرة فعضمة في شكل طبق فعش كده يسموها سفيرو كرة بلاتين سفيرو بلاتين اهي اهي سفيرو بلاتين افتكره سفيرو بلاتين سفيرو كرة في صحة فسموها سفيرو بلاتين سفيرو بلاتين اوعى تنساه نيجي هنا سؤال مهم جداً للشباب يبقى ما يجي يقول لي قول وظائف السيمباثاتيك في الهدى النك احنا عندنا البرسيمباثاتيك أسف في الهدى ديك عندنا خمس أعصاب ثلاثة منهم تلاتة منهم بيغزوا هدى النك يبقى الجواب تلاتة حضرتك والعبد لله انت بتقرى اللي انا بقوله بايه بالاكلوموتر وانا عمال اتكلم 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 بايه باللعاية باللعاية اللي هم مين بالفيشل والبلوسو فارينجا ونعيدهم تاني الاكلوموتر الاكلوموتر قلنا حتى النظام هتكلم في ثلاثة نقط ده الوحيد اللي اسمي نيوكلس ريخم ايدنجر فاستبل نيوكلس دي يطلع منها البري جانجلونيك طب تالي نقطة يريليف جانجلون انت مالي بيسموها من اهم وظيفة سيليا جانجلون عشان بتغيز السيليا جانجلون طب تالت نقطة وهالاهم الفانكشنز في كلمة القراءة وانت عشان تقرأ لابد ان تقبض حلقتين بيوبيلو كونستيكتور عشان الضوء اللي يدخل عيني بعليه والاهم منها السيليا جانجلون اللي خلت منها اسم سيليا جانجلون اللي هي بتكور لنز تخليها اكتر تحدبا تجمع الاشياء المتفرقة مهمة القراءة فانتم ممتنون للخالق بسبب الاكتر ممتر طب وانا بقيت لهذا النجب سبعة وتسعة اللي هو اخصية اللعاب سبيرو سيفر نوكلس وانفيرو سيفر نوكلس وفيه تناغم الفيشة اللي يدي two thirds of the tongue وtwo pairs اللي فيهم كلمة صب وصب اللي هم قدامه هو اسمه فيشة يعني الوجه واللي يدي الصب يريليف الصب مانديبل الجانجلون والجوليستوفارينجل ياخد الكيف اهم ثيرد posterior one third واكبر جلاند ديه البروتيد جلاند واللي يدي البروتيد الجارئزونية يريليف الاوتيجانجلون عشان تاخد الفول مارك بوقعتين ساعة كل ده مهم بس فيه اتنين شالهم الفيشيال لانهم في منطقته اللاكريمل الدمعية والنيزل جلانز وفي الحالة دي الجانجلون اسمها صعب شوية كورة في طبع سفينو باراتاين سفينو باراتاين سفينو باراتاين جانجلون طيب طاقل بقى ليه الفيجاس اللي هو ماسكيو الجهاز الهضم ويقولها تاني بسرعة انه كان موتور لأربع حاجات انا عمري انساهه ده هو الجهاز اسمه سكريتو موتور افتكر اهم لو لخصت البارا في كلمة بسكريتو موتور بيدي اسوفيجاس سطومات سمول انتستن النص بروكسما الهف واللارج انتستن زي الجريتال سبلانكريك يعني وهو الجريتال سبلانكريك في السمبتاتيك كان بيدي البروكسما الهف والليسر كان بيدي الديستال هف هنا الفيجاس يدي البروكسيمال هاف والبلوك نيرف اهو يدي الديستال هاف سبحان الله الديزاين واحد يدل ان الخالق واحد وحدانية الله في وحدانية الديزاين ان السيمباثاتيك والبارا يقطعوا عند النص التاني في اللارج انتستان ده عصب وده عصب يبقى هنا موتور لأربع حاجات الفيجاس صوفيجاس ستمك سمون انتستان ويسيكريت كل العصائر الاربع لفضلين معدى العصارة العابية اتنين وفاهم ليه عشان ده كلام اللي انا ممتن ليهم سبعة وتسعة دي عصارة العابية انما الفيجاس ياخد بقية العصارات العصارة المعدية والمعوية والمرارية بتاعت الكبد والبانكرياتيك عشان كده سموا السيستم سيكريتو موتور وقمنا سبعين في المائة هنا اسم نيوكلس سهل جدا بدي اسأل واحدة هو الفيجاس ورقمه عشره لا اكس يعني عشر وفي سبعين في المائة من الفايبرز وبعدين وقع مين في منطقته هنا بقى فكر كده الفيجاس بيدي الفيجاس بيدي الثوركس والأبدون عشان كده سموه فيجاس حائر حائر بين الثوركس والأبدون خلاص تعالي شوف بقى ده أهم سؤال على الإطلاق في البارا سيمباتاتيك يا شباب يبقى تاني مع عشقة بس العشق النظام هنقول الفيجاس يبقى أول نقطة البري جانجرونيك طالع من الفيجا لنيوكلس سهل قوي طب البوصل جانجرونيك تير من الجانجلية هو ليه اعتبروا البارا أساسا بيريليف تير من الجانجلية لأن ما يشتروك جهاز بتاع البارا سيمباتاتيك وهو الفيجاس بيريليف تير من الجانجلية طيب بيعمل ايه بقى تعالي نقول قولنا موتور لأربع حاجات أسوفيجاس ستمت سمول انتستين بروكسيما الهافل لارج انتستين طب وسيكريت أربع عصائر جاستري وانستاينال وبايل اللي هو بتاع الليفر عصائر المرارية وبانكرياتيك في حاجة هنا يا شباب هتتنسي لأنها صغيرة تابعة جهاز الهب اللي هي تحت الكابل اللي هي اللي هو يصلى المرارية الجول بلادر هي فأنا اسمتها لك كبير هو بيعمل لها ايه طبعا دي بتحتوي العصائر المهمة جدا اللي هات من الدغون فبيعمل لها ايفاكيويشن ايفاكيويشن يعني اخراج او افراغ لو لا قدر لها حصل في البلدين ده اللي أنا فيه حريقة فاير تلاقي على طول الميكروفونات شغالة فيه ميكروفون داخل كل شقة يقول لك ايفاكيويات ايفاكيويات يعني انزل ايفاكيويشن يعني افراغ طب ازاي يفرغ انت بقى تقول هنا السفنكتر اسمها سفنكتر اوف اودي سفنكتر اوف اودي نسبة لمكتشفيها وهو راجل الماني سفنكتر اودي وقع مين بقى في منطقة الثوركس والابدومين جنب الاوسوفيجاس ما هواش جهاز هبمي لازم الفيجاس يشيله الهارت واللنج عشان كده حتى تعملهم بلون مختلف دي الحاجات اللي بيشيلها زيادة ده الجهاز اللي بيشيله هيشيل اللانج والهارت طب تعالين شوف اللانج يعمل لها ايه انا مش فاكر وظائف في اللانج وكانت كده بطلقتين عكس السيمباتاتي دي طريقة طريقة اهم ان ما هي كلمة السر في الفيجاس ان هو the secreto motor system والparamoment secreto motor طب طبق الكلمة دي تطلع بالاجابة secreto يبقى بيزود البرونكال secretion افرازات الشعب لما بنكح ساعته نجيب بلغم اللي بيبقى عامله هو البرونكال موتور يعني contraction لما يكون تراكت البرونكاي يبقى يعمل برونكو constriction عكس السيمباتاتيك اللي كان بيعمل برونكو dilatation الاوعية الرقاوية الرقاوية وقولك حاجة احنا قلنا القاعدة في السيمباتاتيك انه بيعمل vasoconstriction في كل الجسم ما عادة الاثنين اللي بنتخانق بيهم الكوروناري والسكليتا البارا العكس بيشاغل الجهاز غضمي عشان يشتغل عاوز دم عاوز طاقة يبقى عادة حتة واحدة بالعكس اللي بيبطأ القلب فيبقى يحصل كوروناري vasoconstriction كوروناري vasoconstriction وحد قللي طب فين ليه ما فيش سكليتا الماصل هنا فكر معايا بلاش بلاها البارا ما بيديش الليمز اساسا والأبدومين اللوسترسيكول ما بيروح لهمش اساسا ايهوا اتقولهم نص الجسم الأطراف الأربعة وجدار الأبن السوق مالوش فارة مالوش شعب الفايت فعش كده بنقول الاساسو وظاثو ضلتش والاساسو طب نقطة بقى تاني جميلة قول التأمل يا شباب ان البراسيمباثاتيك بيينهيبت الهارت قلنا ليه عشان مش الطاقة اللي هنكسبها في الجهاز الهضمي يستهلكها الهارت لو ضرب بسرعة فبيبطع القلب فبيقلل ال اتريال بروبارتز لان عدد ضربات القلب مرتبط بالايتران بالأزين الجزء اللي بيقصر في ضربات القلب موجود في الأزين ولكنه نقطة مهمة جدا في الامس كيو داز نوت ستلاي لفينتكل ما بيغزيش الفينتكل خالص اللي هو البطين وتعالى فاهم هلك ليل اننا مش جائرة معاك لما البارا عاوز يعني يدخر طاقة ببعاة فبيعمل بيخلي عدد ضربات القلب قولي لا لكن قوت الانقباضة تقعد زي ما هي لانه ما بيغزيش الفينتكل لا يؤثر في قوت الانقباضة لان عشان الدم يلف في السيركوليشن ويرجع تاني لازم الانقباضة تبقى قوية فالتوفير بعقل لو ضعف الانقباض زي ما انتم واحد طالب قبله يقول لها بإنهيبة الهارت إنهيبة الهارت يعني إنهيبة الأزين والبطين إنهيبة الأزين هيقل العدد ضربات ودي مطلوبة عشان ما يستهلكش لكن إنهيبة البطين تبقى الانقباضة ضعيفة يبقى الدم مش هيلف فبما يدل على أنه وراء الخلق خالق إن ربنا خلى الفيجاس يوفر بزكاء يغزي الأزين بس يقلل هارت ريب بس ما يقللش الفورس الكونتاكشن عشان الدم يلف ما يغزيش الفينتكل أو إذا مسكنا تكسبوك very very weak supply وده فانتكل لأن فيه عندنا هنا بيحتموا أكتر بالحاجة يعني مثلا نقولك sympathetic thoraco lumber بيطلع من old thoracic و upper three lumber آه ده الكلام اللي عندنا لكن ممكن upper two lumber upper four lumber مش كل الناس زيبعت كل ده صح مقطة حب أقولها لك برضو عشان نوسع مدركنا فهو very weak vagal supply اعتبرها ما فيش vagal supply للفانتكل يبقى ده وظائف الفيجاس وده درة البراسيمباتاتيك يقولك اتكلم على الفيجاس هقولها التاني بقى دي معلش أنا كنت تفاق تقول كل حاجة مرة بس ده لأهميته هقوله مرتين فعاودي يقول حاجة هنا الناس بتجيب السمارتفون أو طول النهار حتى سماعات في المواصلات راح جاي تسمعها أنا عاوديك تتابعني من خلال أوراق فأول مرة بتفهم وما تضعش وقت في المواصلات تقعد زي القابلة تبص من شبك الاتوبيس أو في المترو واحد بتبص معاوش تبص على ايه في الصابوي وبش شاف حاجة أساسا حط السماعات وقعد تسمعها مرار من غير مذاكرة من غير مجهود passive education هتتعلم بس أول مرة بقى صدق الورق وتكتب نظري وشافوي ومسكيو وزي بيجي السؤال ومعني الكلمات وبعد كده حط السماعات في ودنك وانت راكب المواصلات وانت ماشي في الشهر وتعملش حاجة اسماعها مرة تاني مش هتحتاج تذكر نصيحة مخلصة جدا الفيجاس ما عشرت مثل عشت النظام في التمالي تقول تات البريجانجرونيك طالع من الفيجانجرونيك بيأسهل واحدة البوستجانجرونيك تير مالجانجرونيك طب الفانكشن ما يسترو الجهاز لهبين واخد ثوركس والأبدون عشت كده حائر ما بيلا اتنين بالترتيب أربعة موتور ما هو سيكريتو موتور سيستي موتور لأربعة أصوفيجس ستومك سمول انتستن النص الأولاني في اللارج انتستن سيكريتو كل حاجة معادة الوداد لعبية عصارة معادية معاوية بايل فانكرياتيك وهتنسى جول بنادر هتنرس في حاجة صغارة ما تنساش بيأيفاكيويت جول بنادر عشان العصارة بتاعتها مهمة لهاب من الدهوم يبقى دي تلاتة هو طب في اتنين واقع وخمانطقتهم لازم يشيلهم زي ما الفيشل شال النيزل والذاكريمال ده لازم يشيل اتنين مهمين اللانج والهارت فانكشن طريقتين في اللانج عكس السيمباثاتيك هناك برونكو دالتيشة برونكو كونستيكشن في طريقة أحسن ارجع للكلمة الزهبية سيكريتو موتور يبقى إذا يعمل سيكريشا برونكو سيكريشا موتور يبقى برونكو كونستيكشن العضل انقبضت والغد أفرازت عوزة دم الأساس في البارا يعمل فالمونري فازو دايلتيشن فالمونري فازو دايلتيشن with one exception إنه هو بيبطع القلب يبقى مش روحتك دم بثير يبقى كوروناري فازو كونستيكشن كوروناري فازو كونستيكشن ليه ما فيش سكريتر مصل زي في السيمباتاتيك لأنه ما بيديش الأطراف والحيطة اللي فيها مصل ما بيديهاش أساسا فكر يبقى دي الخمس وظائق بتاعت الفيجاس موتور لاربعة سيكريتو لاربعة إقوعة تنسك جول بلدر يفرغ ويريلاكس السفينكتر واللنج سيكريتو موتور موتور يبقى برونكو كونستيكشن سيكريتو يزاول برونكو كونستيكشن يبقى برونكو كونستيكشن الهارت للأوائد ينهيب تلقيت يا بس يقلل عدد ضربات لكن قوة انقباضة زي ما هي قوة انقباضة زي ما هي عشان دم يليف يقلل عدد انقباضات مش قوة الانقباضة توفير يدل على أنه وراء الخلق خالق كل حاجة بنشرحها كل صفحة تخليك تفهم في سلجي لو فهمت قم لواحدة بس أنها وراء الخلق خالق وكرونة ريفازو كونستيكشن ده البيجاس أهم سؤال نيجي ليه البلفس ماشي هياخد وقت يسكر بلفك نيرف بلفس هنا من اسميه بقى اللي هو يعادل اللي صار سبلانكنيك في الناحية الأخرى بلفك نيرف اللي هو يعادل اللي صار سبلانكنيك في الناحية الأخرى نفس ثلاث نقط طالع منين؟ ساكرال التاتا الوسطانين 2-3-4 يريليه فين تاني في تيرميال جانجيا يعني أهم عصابين الفيجاس والبيلفيك في تيرميال جانجيا عشان كده اعتبضنا الـ برا أساسا في تيرميال جانجيا سؤال المسكيو بري لونج بري جانجليونيك لحد ما يوصل للجانجيا و بري شورت بوست في تيرميال جانجليونيك قلنا بيلفيس يعني حوض إيه اللي في الحوض هو عتنس وراء فيه الرجتم قدام فيه البلدر الرجتم بتاعة البراز والبلدر بتاعة البول وفي النص يفيجي نيتاليا فهبتعا نقول هنا بقى ده ده صديق الجهاز الهضمي يعني هضم لو شغلنا الجهاز الهضمي يجب نتخلص من الباقي من الـ سواء في الستول أو في اليورد عشان كده البلفيك نير يكمل الشغلة يبقى من شغل الجهاز الهضمي يبقى يعمل ديفيكيشن تبرز وفي البول يعمل مكتيوريشن تبول يبقى ديفيكيشن هوم كاتبها لك مكتيوريشن يعني تبول وديفيكيشن طب قول انت بقى التفصيلات ما انت عرفت يبقى تعمل ايه عشان نلفز محتوات المستقيم والليوني يبقى الول نعمله بالعكس ونريلاكس المحابس العضوات القامطة أو القابضة مرة تاني فيه عشان البولو البراس فيه انترنل واكسترنل مين فيهم انفولانتري تابع الاتروميك الانترنل الاكسترنل دي مش تبعنا خالص يبقى يكون تركت الول ونريلاكس الانترنل يجي على الجيني تاليا قلنا يا شباب بنوع سيكريتو موتور سيستم دي تذكرك يبقى يعمل سيكريشن لل براستيت والسيبنال بيسك عنا نرسمهم مليانين هم طب فيه سيكريشن للساء المنوي عشان ينتقل للأنثة محتاجين أنبوبة وده فكرة الاركشن الاركشن يعني انتصاب للبينيس أو ما يعادل البينيس في الأنثة اللي هو اسمه كليتروس اللي هو البذر كليتروس يبقى نصبها وقلنا الانتصاب ظاهرة وعائية يبقى وعموما قلنا البرا بيعمل فازو ايه يا شباب ما عدا في الكوروناري بيعمل فازو يبقى ده سهل جدا بلفك نيرف هقولها تاني في عجالة من أهمية الانتصاب بيسموا البلفك نيرف وده اللي هجبولك في الامتحان نيرفاي إيريجنس أعصاب الانتصاب لو باز البلفك نيرف ده زي في مرض السكر أكتر حاجة ببازه الانتصاب لا يحدث ومن حق الزوبة لأن الزوبة هيبقى عنده عنا ضعف الانتصاب يبقى أن تطلب الطلاب لأن ده غير قطر يبقى البلفك نيرف بيكمل الصورة ب نيفيكيشن وميكتوريشن تباول وتبرو تخلص بالويست بروتكس عمليات الهب يبقى الوول يكونتراكت الوول ويريلاكس أني سفينتر انتريني سفينتر ويبتدي لعمل الجنسي هو سيكريتو موتو ترقي الجملة الزهبية سيكريتو يبقى يعمل سيكريشن يجي بالتانية السيكريشن عشان ينتقل في ميل محتاج إيريكشن وهتؤكد هلق أكتر والإيريكشن ده ظاهرة وعقية ما هو اللي بازو دالتيشن والبارا أساسا بيعمل بازو دالتيشن ده سؤال نظري مهمه السألف في عجالة ها الملك مرة أخرى الخريطة بتاعة الفاراس المبتاتي او عتنساها أنا بستعجب لما لاقي زميل فاضل هنا أو هناك عمال يشرح عصب عصب ايه الكلام ده ايه الكلام ده بص معايا من فضلك من هو ربنا خلق البراسيمبتاتيك اهو تاني هنقول الجومة الأسسية يتيت دا سيكريتو موتور سيستم سؤال MSQ أنابوليك بيبني يعني سؤال MSQ بيطلع منين كرينيو ساكرال أربع أعصاب كرينيال تلتة سبعة تسع عشرة والساكرال بيطلع البلديو كناف ده ليه ربنا خلقه ده أساسا صديق الجهاز الهبمي من هو مايسترو الجهاز الهبمي الفيجاس بيشغل أربعة بلون لسه زورة بعضهم اللي هما يبقى ده موتور وسيكريتو الأربع أصبار وقلنا الجملة الرهيبة الفيجاس هو مايسترو جهاز الهبمي كملها انت تاريكا ايه النهاتين النهات سفلة للبلوك نادر بس طبعا بيشيل حاجات اللي هي مش تابع الجهاز الهبمي شال معه البلدر وشال معه الجريتاليا كل واحد بيشيل اللي في منطقته والفيجاس شال اللي في منطقته اللي هو الثوركس اللانجو الهارت وحتى الفيشيال شال شال اللاكري مالون نيزة يبقى الفيجاس مايسترو الجهاز الهبمي تاريكا النهاتين النهات السفلة للبلوك نيرف ونهات العليا اللي هي الغداد لعبية الصورة تبقى جميلة ازاي ما تبقى قاضحة كده بقى الفيجاس مايستو الجهاز الهضمي يوقع تنسى الجملة 13 مرات الهارت تاريكا النهاتين النهات العليا اللي هو للغدر اللعبية 7 وتسعة والنهات السفلة بالبلوك نيرف اللي هي الحتة اللي تحت مين برى المنظومة اللي هو الآي في الأسئلة النظرية 3 الفانكشن في الهيدا نيك تكتب 3 أعصاب أنتم و أنا أنتم بتقرب الأوكليموتر وأنا باتكلم باللعاب فيشير وجروس و فارينجل 3 أعصاب لو جالك الهيدا نيك أوكليموتر و فيشير وجروس و فارينجل وفي كل واحدة كانت معتاك نقط النيوكليس الجانجرون الفانكشن تاني سؤال اللي هو الفيجاس موتر الأربعة سكريتو ربعة هو عدنسك والبلودر وهيشيل معاي بقى هنا هيشيل معاي اللونج والهارت وبعدين البلوك نيرف نيفيكيشن مكتوريشن وبعدين يبتد العمل الجنسي سكريشن و إيريكشن بس عشان أنا عامل حسابي إن احنا عاودينا نخلص في وقت معيم فهتعبكوا قليلا لمدة 5 مينتز زيادة معلش بس تأذينكم إنه في ناس بتسأل طب سعب بيبقى الليمز الأبر ليمز واللور ليمز والأبدومينال والسرات الكول أمنا لابداعش في هذه الكلام يا شباب هو إيه اللي موجود في الليمز والأبدومينال والسرات الكول غير perder Shoephad كليلا أو الأبدومن أو التراصي في مصر ما فيش عندها جرحة تاني سكين وسكيتل مصر السكين تعرف تلت وظائف خدناهم في الهدى النك كان بيعمل سويتنج نمرة واحد فازو كونستيكش عشان ما تعور ما تنزفش والكلام القابلة إيركشن في هير انصاب الشعر والسكيتل مصر دي انت بتفايت بيها يبقى تعمل فازو ديليتيش هادي لو سألك وظائف السمباتاتيك في الأبر ليم أو اللور ليم طب تعال نشوف لو سألك هو بيرينيل في عين هجانجلي بالعقل اختار ما عندكش الاترال والكلاترال يبقى طبعا لاترال لأنه كلاترال بتاعة الجهاز لهب والأبر ليم هيبقى من فوق اللور ليم من تحت طب طالع من الأني حتة سمباتاتيك ثورا كولامبر يبقى الأبر ليم تاخب من فوق اللور ليم تاخب من تحت فما تعودش بقى تفتكر ده سؤال ملوش أي قيمة لأن ما فيش في الأبر ليم واللور ليم والأبدومن أو التراصي كله غير سكين وسكيتل مصر فلو سألك تجاو بسكين من الهدى النيك وسكيتل مصر فضل يلتيش أدي كل القص نيجي بقى سنترز كونترولينج الأيوتروميك نيروز سيستم ده سؤال شافوا نقوله في العجلة السنترال نيروز سيستم يعني أكثر أهمية وأعلى مقامة من الأيوتروميك ففي خمس مراكز في السنترال نيروز سيستم بيتحكموا في الأيوتروميك نيروز سيستم ناخدهم من حيث انتهينا في البارا اللي هو الساكرة اللي هو البيلفك نيرف 2-3-4 ساكرة كان بيلفك نيرف كان بيعمل يهي البيلفك نيرف تعال بصوا مع بعض بيعمل ديفيكيشن أهي وميكتوريشن والانتصاب إيريكشن حتى تسموا البيلفك نيرف نيربي إيريجنتس عصاب الإنتصاب يبقى فيه مركز التبرز والتبول والانتصاب 2-3-4 ساكرة لو بواسطة بعض المركز ده يبقى فيه تبول وتبرز والانتصاب حتى يقول له بطريقة يعني أتصورناها طريفة عشان ما تنسهاش لو جالك رصاصة في العظم العجوزي هتعجزك يبقى لا عارف تبول يركبو لك أسطرة ولا عارف تببرز كل يوم الصوب حقنا الشراجية وأنا طبعا فيه إيريكشن إيريكشن إيه ده أنت أساسا ماشي بأسطرة وكيس بيتبول البول وحقنا الشراجية يبقى العظم العجوزي رصاصة بالعظم العجوزي هتعجزك سنتر فيه المدالة وبلنجاتة النخاء المستطيع ده بقى مش هعجزك ده فيه المراكز الحياة أنت حي بنعرف إزاي أنك أنت حي أو توفق الله بمراقبة النبض والنفس يبقى لو خدت رصاصة في المدالة وبلنجاتة وفيه شخص عرفه انتحر حط فواهة المسدس في فمه ودرب دمر المدالة وبلنجاتة فاهم طب طبيبه فاهم طب ينتعى بطريقة سريعة جدا دمر الفايتل سموه فيتل يعني حاوي يبقى الكاردو باسفر سيستم تلخبط والريسفاترو سيستم هيوقف رسفريشن يبقى في تكر مراكز الحياة أنت حي بنبضه النفس يبقى مراكز الحياة في المدالة وبلنجات ونبضه نفس نطلع فوق ميت برين أنا أخده من تحت الفوق كل الـ Eye Reflexes متاعهم في الميت برين زي الـ Light Reflex لو حطت ضوء في عينك بتضيق الحدق ده يسموه Light Reflex لو لمست القرانية هتقفل عينيك لتنين لو لمست بحط قطن القرانية اليمين عينيك لتنين يقفلوا يسموه Corner Reflex لما تحط كتاب قصاد وجهك القولنا السيلياري مثلا هتنقبض هتزود قوة اللينز هتجمع الأشياء المتفارقة يسموه Accommodation Reflex عاوز الـ Eye ترتبط في ذهنك بالميت برين بالميت برين نطلع عن مع بعض الـ Hypothalamus وأصل الكلمة هيبو يعني تحت وثالمس يعني المهاد اللي هو سرير الطف الرضيع مش قولك من المهد إلى اللح فـ Hypothalamus يعني تحت المهاد تحت السرير بمعنى قطع بس طال مقصود بمش أي سرير الطف تنظيم الحرارة منظم الحرارة اسمه thermostat موجود فيه اللي بينظم حرارتك بالعالم حاجة Autonomic موجود في الـ Hypothalamus تنظيم الجلوكوز جلوكوستات منظم الجلوكوز في الـ Hypothalamus أبيتايت يعني شهية أبيستاب منظم الشهية كل دول موجودين في الـ Hypothalamus حفزتها لأجيال بطريقة أتصور إنها سهلة إن إوعى تنسى كل المنظمات في الـ Hypothalamus أقولها بقى بطريقة لي مش هتنساها كل الـ ستات تحت السرير طبعا أنا إنت سمعتها غلط أنا بقولش ستات ستاتس ستاتس يعني منظمات تحت السرير أقصد في الـ Hypothalamus تحت المهاد أي ستات أما يجيب سرير ستات في الشافوي أو في الـ MSQ أقول له Hypothalamus كل المنظمات الـ Stats في الـ Hypothalamus تحت المهاد نطلع آخر حاجة بقى نوخدهم من تحت الفوق طبعا خمسة لوحد اللي هو الـ Limbic Cortex القشرة الـ Limbic يعني الناس تيها ما تعرفاش منطقة الحدود مش أنت فيه فصل يمين وفصل شمال فالـ Limbic هو منطقة الحدود والـ Hypothalamus معهم تاني الـ Limbic Cortex ومعهم الـ Hypothalamus دون مهمين للـ Emotional Reflexes والـ Behavior Reflexes لما بتقابل حد ضربات قلبك بتزيد فين الـ Center اللي هو منطقة الحدود Limbic Cortex ومعهم الـ Hypothalamus وده يعني فكرة فكرة جهاز كشف الكذب Lie Detecting Appretus Lie يعني كذب Detecting يعني اكتشاف أبريتس أنه انت ممكن تتحكم في الحاجات الـ Voluntary السوماتيك لكن لا تملك الحاجات الـ Autonomic لأنها Involuntary فجهاز كشف الكذب بيئيس التغيرات الـ Autonomic اللي بتحصل لك في الحكاية دي والمتقارش هتحكم فيها فهي يعرف تبتجزب ولقوا على فكرة نسبة نجاحه 100% يعني كانوا بيقولوا لرؤساء في أمريكا في دولة الجوار هنا لأنها لوقتي في كندا إذا سألك سؤال لو قالك أتالت وأنت أتالت خدت مخدرات وأنت خدت مخدرات هو هتجزب لأن الـ Light Detecting Appretus هيكتشك هتتحكم في تقصيم وشك في تعبيرات وجهك لك ما تتحكمش في الـ Involunt فالـ Emotional Behavior Reflexes موجودة في الـ Lymbic Cortex والـ Hypothalamus يبقى ثاني ده سؤال بيجي وشاهدوه الـ Central Level System أعلى مقاما من الـ Eutromic Level System يتحكم فيه في خمس مواضع من تحت الفوق العجوزي 2-2-4-Sacral ده مراكز التبرز والتبول والانتصاب اللي أخدناها مع الـ Pelvic Neve رصاصة في العضن العججي يتعجزك لا فيه تبول أعود لك أسطرة ولا فيه تبرز ولا طبعا فيه انتصاب اطلع الفوق دي الأخضر دي بيها Vital Center حيوية يعني نبض ونفس يبقى مراكز النبض والنفس Cardiovascular Cardiovascular Center والRespiratory System موجودين في المضالة وبلنجات نخلع المسلطنون Mip Brain موجود ده مرتبط بالعين Eye Reflex أي حاجة في الـ Eye حتى في الـ Special Sense موجودة في Mip Brain أي رفلكس متعلق بالعين Light Reflex Corner Reflex Accommodation Reflex Mip Brain نمر أربعة أنا أخذها بالعكس كل الستات المنظمات منظم الحرارة منظم الجلوكوز منظم الشهية الأبيتايد تحت السرير في الـ Hypotheremis كل الستات تحت السرير تحت المهاد Stats هنا يعني منظمات في الـ Hypotheremis منظم الـ Chemistry بتاعت الجسم الجلوكوز في الجسم وحرارة الجسم الأبيتايد آخر حاجة بقا عبد الحليم حافظ تحطه فوق رأسك من فوق الـ Emotions العواطف تحطها فوق خالص و الـ Behavior Reflex عشان ما تنساش عبد الحليم فوق دماغك من فوق في الـ Limbic Cortex و مع الـ Hypothalamus Emotions and Behavior Reflex بقى أشكر خسن إنصاتكو يا شباب أشكركم على وقتكو اللي تسهوني وأتمنى أن تكونوا بتستفادوا ولا تنسى أن بإذن الله يوم الخميس القادم في نفس الموعد هبتدي معاكو الـ Introduction عشان تحسوا إن إحنا ماشيين كويس وبرضو هبقى فيه ملحان MSQ وبرضو خد بالنصيحة مفضلك انت اسمع الحصة كده بتأني لوحدك بالرسومات اللي بنزلها لك تصورها وتبقى عندك Files وتكتب عليها الكلام المهم أو لو عندك دياجرامز من الأول حصلت عليها وبعدين ما تضعش وقت في المواصلات ما تضعش وقت الوقت أسماً ما في الحياة والوقت يا شباب يعني لما يعني تأتي الساعة وكل واحد له أجل مش هيبقى مخلص آخر قرش ولا مخلص آخر لبس لبسه لكن مخلص وقته فالوقت كالسيف إن لم تقطع قطعة مفتدين الوقت هذا ما حاجة الوقت إنما إحنا نقعد ماشيين كده نضاعف وقت نضاعف وبقول لك مذاكرة باسب مش هتعمل مجود حط السماعات في يدك وعد اسبع الحس وإنت ماشي في الشارع وإنت راكب مواصلة بليفني صدقني لو سمعتها مرتين هتحفظها صام جود لك وألقاكم على خير يوم الخميس بإذن الله جود لك يوشبب شكرا 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 شكرا